في السوق هي ناتجة عن التطورات الجيوسياسية والأحداث التي تجري في العراق لكن في أمر يختلف عن الأسواق الخليجية السوق دبي والأسواق الخليجية الأخرى انكشافها على الأسواق العالمية والمستثمرين لجانب بشكل أكبر هذا جانب الجانب الآخر ارتفع مؤشر دبي العام الماضي بنسبة عالية جدا ومطلع هذا العام لأجل ذلك أيضا دخول مؤشر دبي ضمن مؤشرات مورغانستانلي ساعد من زيادة انكشاف السوق دبي على المستثمرين العالمين لأجل ذلك الحدة في التذبذب كانت ضمن جانبين الجانب الأول أن الارتفاعات الماضية الفترة التي سبقت الدخول في مؤشرات مورغانستان لأسواق الناشئة كانت عالية ترقبا لهذا الأمر والجانب الآخر هي التوترات الجيوسياسية السوق السعودي يختلف في هذا الأمر هناك أمر أيضا ملفت للنظر وهو أمر إيجابي أن في وسط الجلسة كان هناك انخفاض بشكل أكبر قبل إغلاق الجلسة عوض مؤشر السوق جزء كبير من خسائره هذا الأمر أيضا تكرر قبل يومين في مطلع قبل يومين عندما حدث هذا الأمر ثم عوض مؤشر السوق أيضا جزء كبير من خسائره وعاد إلى ما فوق 9500 نقطة هذا يعطي دلالات إيجابية من الناحية النفسية الأمر الآخر نعتقد أنه إذا حيدنا الأحداث التي تجري في الإراق والعوامل الجيوسياسية اليوم باقي على نهاية الربع الثاني عدة جلسات ثلاث جلسات تقريبا وبدأ من الأسبوع القادم سوف يبدأ موسم إعلانات النتائج لأجل ذلك نعتقد أن إذا حيدنا العوامل الجيوسياسية نتوقع أن السوق سوف تؤثر فيه تداولات كبار المستثمرين بناء على توقعاتهم للنتائج بشكل رئيس سيد تركي يمكن من بداية جلسة اليوم ونحن نرى في ظل هذه التراجعات فقط قطاع التأمين يمكن هو الوحيد الذي يرتفع بنهاية الجلسة بعض القطاعات ارتدت للمنطقة الخضراء هل تعتقد أن قطاع التأمين يمكن كسب الوقت قبل الدخول بتطبيق الإجراءات التي ستتخذها هي أتسوق المال في مطلع الشهر المقبل وانتهاز الفرص بالنسبة للأسعار اليوم من قبل المستثمرين قبل أن تطبق الإجراءات هذا الأمر بشكل جزئي من الصعب أن ننظر إلى قطاع التأمين حتى ككتلة واحدة أو كشركة واحدة هناك ثمان شركات فقط لخسائرها تجاوزت 50% البعض منها وصل إلى 75% ثمانية شركات تقريبا من 35 شركة على الجانب الآخر هناك شركات تحقق أداء إيجابي ومعدن نمو إيجابي هذا بخلاف قطاع التأمين قطاع التأمين في الربع الأول حقق نمو في إجمال الأقصاط المكتتبة 26% بأعلى من متوسط نمو أسوق التأمين للخمس سنوات الأخيرة الذي كان متوسطه 18% الأمر المهم في هذا الجانب أن هناك تفاوت في الحصص السوقية كان لتأمين السيارات أو للتأمين الطبي وتفاوت في أداء وربحية الشركات هناك شركات في قطاع التأمين تحقق أداء إيجابي ومعدن نمو في الأرباح جيد هناك شركات معدودة لخسائرها تجاوزة الـ 50% هي لا تزيد عن 8 شركات فقط اليوم أيضا أصدرتم التقرير الخاص فيما يخص صفقة الاستحواذ التي ستتم ما بين الفيلا والبحر سيد تركي تحدثتم بأن هذا الاستحواذ سيكون له أثر إيجابي على البحر خلال الفترة القادمة من خلال الإيرادات هل على الأقل تم تقدير الإيرادات التي ستدخل للبحر بعد إتمام هذا الاستحواذ ومتى سيتم احتساب هذه الإيرادات للبحر نعم بالنسبة للبحر سابقا الناقلات الموجودة لدى شركة البحر تمثل ناقلات النفط تحديدا تمثل 54% من الإيرادات و63% من الربح التشغيلي بعد عملية الاندماج سوف تدخل 20 ناقلة جديدة التي كانت مملوكة سابقا لشركة فلا إلى البحري 15 ناقلة منها للنفط الخام وأربع ناقلات للمنتجات البتروكيماوية وناقلة للتخزين العائم طريقة انتقال هذه الناقلات إلى ملكية البحري ومن ثم احتساب إيرادات هذه الناقلات إلى حساب البحري لن يتم دفعة واحدة بعد الجمعية كان عقدة أوم الخميس وبعد عقد الجمعية لمدة شهر واحد سيتم ابتداء بنقل ملكية ناقلة النفطة العملاقة وخلال ستة أشهر على التوالي سوف يتم نقل ملكية هذه الناقلات وبالتالي مع كل نقل ملكية للبحري سوف يتم بدء دخول واحتساب إيرادات هذه الناقلات الجديدة إلى قائمة الدخل بالنسبة لشركة البحري خلال العام الأخير أو خلال الربع الأول بالنسبة للبحري كان هناك أداء جيد إيجابي لكن أداء البحري مرتبط بشكل رئيسي بمؤشرات أسعار نقل النفط ونقل البتروكيماويات ونقل البضائع السائبة وهناك منافسة قوية في الأسواق العالمية لأجل ذلك التغيرات التي تجري في أسعار النقل عالميا تؤثر في الربحية وفي إيرادات شركة البحري لكن بالمجمل شركة البحري حققت في الربع الأول نمو في الإيرادات قدر بـ 28% وحققت نمو في صاف الدخل بحدود 41% خلال ستة أشهر متبقية من العام سوف يتم نقل هذه الناقلات وبعد اكتمال الناقلات التي توازي أيضا إصدار الأسهم الجديدة سوف يتم إصدار الأسهم وبعد ذلك سوف يتم دفع العوض النقدي لشركة فلا العام القادم مع مطلعه سوف يتم حساب جميع إيرادات هذه الناقلات ضمن قائمة الدخل لشركة البحري إصدار الأسهم الجديدة متى نتوقعه مع هذا الاستحواذ سيد تركيا؟ بعد اكتمال نقل ملكية عدد من الناقلات التي توازي قيمة الإصدار الأسهم الجديدة والتي حد السعر بـ 22 ريال وربع وسوف يتم إصدار 78 مليون سهم لصالح شركة أرام كون تمثل 20% من ملكية البحري في ظن المنافسة القوية بقطاع النقل ومع إتمام هذه الصفقة سيد تركي ما هي توقعات البلاد لقطاع النقل خلال الفترة القادمة؟ قطاع النقل يتفاوت هناك نقل بحري هناك نقل بري هناك والشركات المدرجة في السوق تقريبا أربع شركات لدينا النقل البحري ولدينا بيجيت ولدينا بعض الشركات الأخرى لكن العوامل التي تؤثر في النقل البحري تختلف عن العوامل التي تؤثر في النقل البري فيما يخص النقل البحري نعتقد أن نمو الاقتصاد العالمي هو مؤثر رئيسي في هذا الجانب لأن هذا الأمر سوف يزيد من الطلب على الناقلات إجمالا في العالم وتحديدا ناقلات النفط وناقلات البتروكيمويات هي مرتبطة بعملية الطلب على النفط وعلى المشتقات البتروكيموية لكن أيضا على الجانب الآخر هناك منافسة قوية في الأسواق العالمية وهناك التغير الذي يجري في مؤشرات أسعار النقل البحري عالميا تختلف عواملها هناك تختلف باختلاف الحاويات النقل فناقلات النفط الخام تختلف أسعار نقلها عن ناقلات الحاويات المخصصة لنقل البتروكيمويات أو لنقل البضائع